بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه داه وبعد فإن من أجل النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه الحياة نعمة مهمة جدا نغفل عنها جميعا قال في حقها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذه النعمة المهمة التي يجب علينا أن نعطيها حقها نعمة الوقت نعمة الوقت فالوقت هو الحياة الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي وقد أشار إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في كتابه العزيز بل إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت فأقسم سبحانه وتعالى بالعصر وأقسم سبحانه وتعالى بالفجر وأقسم سبحانه وتعالى بالضحى وهذا يدل على عظم هذه النعمة وأنه يدب على كل إنسان أن ينتبه لها وأن لا تضيع منه سدى لذلك قال ابن هبيرة والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع هذا الوقت الذي يمر بين أيدينا ونجعله يمر بدون فائدة هو رأس مال الإنسان الحقيقي لذا قالوا يا ابن آدم إنما أنت أيام فإن ذهب يومك فقد ذهب بعضك الإنسان سيعيش في الدنيا أياما معدودة فإذا ذهب يوم منه فقد ذهب بعضه وقد ذهب جزء من حياته كل يوم يعيشه الإنسان يبعده عن الدنيا ويقربه من الآخرة لذا كانوا يندمون على الوقت الذي يمر بدون فائدة قال سيدنا ابن مسعود ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لكل دقيقة يعيشها في حياته فدقات قلبه ودقائق حياته تقول له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني لما نتكلم عن الوقت هذه النعمة التي تضيع من بين أيدينا خاصة في هذه الأيام تضيع على وسائل التواصل الاجتماعي تضيع بدون فائدة نتكلم عن أهم نعمة يجب علينا أن ننتبه لها فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن أي دقيقة تمر على الإنسان بدون عمل نافع فإنه سيندم عليها كان سيدنا أبو بكر الصديق يوصي سيدنا عمر فيقول له يا عمر اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل فهذا يدل على أهمية أن يأخذ كل شيء حقه وأن يرتب الإنسان وقته وأن يبدأ بالأهم فالمهم وأن يعيش وقته كله فيما ينفع الناس وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن الوقت نتكلم عن الوصية التي أوصى بها الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك فالالتزام بأن يعرف الإنسان هذه النعمة واجب في حياته يعرف الإنسان أن هذا الوقت الذي يمر ليس شيئا عاديا وإنما هو رأس ماله الحقيقي يجب عليه أن يلتفت له وينظم هذا الوقت تنظيما دقيقا يرتب الأولويات يرتب حقوق الله سبحانه وتعالى عليه ويرتب حقوق العباد عليه يرتب حق بيته عليه ويرتب حق مجتمعه عليه يحافظ على هذه الحقوق ولا يضيع وقته سدى ولا تضيع أيامه هباء لأنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وأولهم عن عمره فيما أفناه فإنك ستسأل عن هذا العمر وعن هذه الحياة فمن علم أنه مسؤول فليجهز للسؤال جوابا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أيامنا وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة